بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنتكلم على ايسلندا اللي مهتم بالموضوع يتبعين ان شاء الله هشرح فيه بعض معلومات مهمة جدا عن دولة ايسلندا انا في الفترة الاخيرة تقريبا في حوالي الست شهور او ثلاث شهور اللي فاتت منزلت فيديو عن دولة ايسلندا بعد الرحلة اللي انا عملتها في شهر خمسة في سنة 2019 شرق سنة اللي فاتت قدمت من خلالها بعض معلومات مهمة جدا تفيد الناس اللي حابة تستقرر في دولة ايسلندا النهاردة تحديدا هحاول اقدم لكم معلومات مهمة جبتها جمعتها من عن طريق ناس عايشين في ايسلندا نفسهم فان شاء الله هنتكلم عن كيفية السفر ومن اللي حق له العمل في دولة ايسلندا وازاي تسافر لدولة ايسلندا وايه هي فرص العمل اللي موجودة وتكلفة المعيشة وخلافه المواصلات وخلافه من المعلومات المهمة دي فاللي حابب يتابعني ان شاء الله او المهتم بدولة ايسلندا يتابعني ان شاء الله دلوقتي في الفيديو هشرح لكم كل تفاصيل اه مبدئيا هنتكلم على ايسلندا ايسلندا انا ذكرت في الفيديو اللي فات اول فيديو ونزلته ان هي دولة ضمن التحاد الوروبي والاسف دي كانت معلومة غلط وعرفتها من صديق موجود في ايسلندا اللي هو غزان ببعض المعلومات او المعلومات الرأسية اللي انا هقولها دلوقتي ان ايسلندا ليست دولة ضمن الاتحاد الاوروبي وانا الاسف خانتني المعلومة هي دولة ضمن اتفاقية شنجل هي مش ضمن الاتحاد الاوروبي ولكن ضمن اتفاقية شنجل وده معناه ان حضرتك ممكن بالاقامة الايطالية بتاعتك او الاقامة بالاتحاد الاوروبي تسمح لك بدخول دولة ايسلندا لان ضمن اتفاقية شنجل او لو انت معاك فيزا شنجل تقدر برضو تخش دولة ايسلندا اول حاجة هنتكلم على فرص العمل اللي موجودة في ايسلندا ايسلندا بما ان طبيعة الجو فيها صعب جدا وفيها برودة عالية وطبعا اختلاف الليل والشتاء وفترات الليل طويلة وفترات في الشتاء وفترات الصيف بتبقى اطول او الشمس بتبقى موجود دايما باستمرار فصل الصيف فعشان كده ان غالبا معظم الفرص العامل الموجودة في دولة ايسلندا بتبقى فرص كلها موسمية النهاردة هنتكلم على ازاي تقدر تسافر دولة ايسلندا ايسلندا عشان تسافرها لو انت معك الاقامة الايطالية هتقدر تسافرها بالاقامة الايطالية كونها دولة ضمن اتفاقية ولو انت معك الجنسية الايطالية طبعا مش محتاج اه مش محتاجها كلام فانت تقدر تستقر فيها وتوماتيك وتقدر تشتغل فيها يعني بالنسبة لازاي تقدر تشتغل فيها بالاقامة فده موضوع صعب جدا وان شاء الله بحاول اجمع منه معلومات ا اكتر عشان جيب لك الفرص او المعلومة الاصح اللي ازاي تقدر تشتغل بالاقامة هنتكلم بالنسبة للناس اللي معها الجنسية او الناس المتوجدة او الناس اللي حابة تعرض معلومات عن اسلام ده اول حاجة كان بداية في الفترات اللي فاتت كان عن طريق انك مجرد مفروح البنك بس بتعمل حاجة اسمها الكيني تالا اللي هي ما تعادل الكوديش فيسكالي هنا في ايطاليا وده بتطلعه من البنك عن طريق رصيب بنك بتعمله في البنك وتبقى بضمانة الرصيب بتاعك وتقدر تطلع الكيني تالا ده اللي هو الكوديش فيسكالي وتبقى خلاص كده انت سجلت عندك رقم ضريبي وتقدر تشتغل عن طريق الرقم الضريبي ده في الفترات الاخيرة بدأت ناس كتيرة جدا مغتربين مهاجرين دخلت ايسلندا بجوازات مزورة يعني جوازات اتحاد اوروبية مزورة وللأسف الحكومة اكتشفتها ودي عملت ضجة كبيرة جدا فمنعوا انك تقدر بقى بصعوبة دلوقتي عشان تعمل الكوديش فيسكالي بقى موضوع صعب بالنسبة للناس المعالي الجنسية انت ممكن تعمل دلوقتي عن طريق البنك بس متطلب انك لازم تودع وديعة تقريبا على ما اعتقد 5000 يورو هو رسيد بنك لازم تثبتنهم ان انت عندك ضمان مالي ما يعادل تقريبا حوالي 5000 يورو عشان تقدر يطلعوا لك الكوديش فيسكالي وبعد كده هم تبقى كده كده فلوسك وتقدر بعد كده تمارس طبيعة الحياة انك تسجل نفسك في مكاتب العمل عشان تقدر تدور على فرصة عمل يا اما الناس التانية بتطلعها عن طريق مكاتب خاصة بمكتب العمل فرص العمل اللي موجودة في ايسلندا اغلبها بتبقى موسمية بسبب الطقس الطقس اللي موجود هناك بيبقى صعب جدا يعني انا لما روحت في شهر خمسة كانت الشمس تقريبا بتفضل موجودة لحد الساعة حوالي 9 و 10 مساء وبتبدأ تغيب في الفترة ديت وبعد كده بتفضل النهار شغال كمان لحد الساعة حوالي واحدة او اتنين بالليل وتبدأ تغيم الى حد ما تقفل شواء صغيرين كده لكن اكيد ان وقت المغارب كده عندنا ويفضل النهار برضو شغال او يعني بيبقى في ضوء خافت لحد تاني يوم الصبح وبعد كده بتشرق الشمس تقريبا كان بتشرق في الوقت اللي انا فيه ده كان بتشرق تقريبا حوالي الساعة 9 او 10 يعني يا دوب ما بتلحقش تغيم فترات طويلة الشتا بيبقى العكس بقى فترة الضلام بتبقى اطول فعشان كده الفرص العامل الموجودة بتبقى موسمية واغلبها فترة الصيف متوسطة الرواتب هناك في اسلندا بنتكلم على اقل شيء هو 1700 كورونا ودي العملة الرسمية اللي موجودة في دولة اسلندا وال 1700 كورونا دول ماتوا عادل حوالي 12 يورو ونص للساعة يعني حضرتك لو فكرت تشتغل مثلا في النظافة او المطاعم او الحاجات اللي هي البسيطة ديت اللي هي اللي ما بتحتاجش حرفة ولا صنعة بتاخد اقل شيء 12 يورو ونص في الساعة بعد الساعة خمسة يعني بعد دوام الثمان ساعة بتوعك اي ساعة بتعملها بعد كده بتاخد 33% زيادة على الساعة بتاعتك يعني لو ساعة بتاعتك مثلا هنهقول بس سنبع 10 يورو عشان نحسبها صح هتزيد 33% يعني بنتكلم حوالي في 4 يورو مثلا يعني هتاخد مثلا 14 يورو ده الكلام دول انت بتاخد 10 فانت بتاخد 12 فممكن هتاخد مثلا حوالي 5 يورو مثلا يعني الساعة بتاعتك ممكن توصل 17 او 18 يورو للساعة السابت والحد بزيد حوالي 45% يعني تقريبا النص بالزبط يعني انت لو بتاخد 12 مثلا ونص ممكن نصهم بقى 6 يعني بتاخد تقريبا حوالي 18 يورو في الساعة ودي غالبا اسعار النظافة وتوزيع الجرائد والمطاعم المهندية او الفرص العمل دي بتبقى موجودة في فترة كثيرة جدا في الصيف اول حاجة اتاني حاجة المهنيين بقى بالنسبة لفرص العمل المهنيين فدي موجودة في اسلندا ومطلوبة هناك عشان برضو التقصوا الناس في كتير مش عايشين في البلد او بمعنى صح التقص بيخلى الناس تهجر البلد مكان مستحب او متقص معيشة يعني وغالبا تقريبا معظم السكان عايشين في العاصمة اللي هي ريكيبك هناك المهنيين او الحرفيين بياخدهم تقريبا حوالي 3000 كورونا للساعة يعني حوالي بتبدأ من 3000 كورونا بالساعة يعني حوالي 22 يورو للساعة اكتر حاجة موجودة هناك في فترة السيف بيطلبوها هناك اللي هم المعمار وخصوصا البنيين لان هم البلد كمنام مفتوحة وكبيرة جدا فعندهم نسبة البناء عالية فبالتالي بيطلبهم طائفة في المعمار كتيرة جدا بالنسبة للسكنات السكنات هناك غالية جدا بما ان اصلا معظم الناس كلها عايشة سايبة الجزيرة لانها تعتبر جزيرة سايبة الجزيرة ومتركزين في العاصمة في مكان واحد اللي هي ريكيبك فالاسعار هناك غالية جدا هناك عشان تسكن هتسكن مع جنسيات مختلفة اللي هم طبعا مش هتسكن مع ايسلنديين هتسكن مع اجانب وغالبا بيبقوا يا مغربة يا سوريين يا بلندين يا من لوتوانيا وبتقريبا بتأجر الاوضة اقل الاوضة هناك بتاخد حوالي 500 يورو في الاوضة يعني الفرقة عندنا مثلا في ايطاليا ان بتدفع في السرير 150 يورو في الشهر في السرير لكن هناك لازم بتاخد ما فيش حاجة ناكسة لاير بقى بتاخد اوضة او بتسكن مع جماعة شباب المهم تقريبا اقل حاجة 500 يورو في الشهر للفرد شامل الخدمات ده بتبقى في شقة يعني بالنسبة لاسعار الكهرباء لو انت فكرت تاخد شقة الوحدة كل كلام ده كله تقريبا متوسط سعر الفاتورة بتاع الكهرباء حوالي 50 يورو شهريا طبعا احنا بالنسبة لنا 50 يورو ده مبلغ كبير جدا بالنسبة لو هنتكلم في ايطاليا مبلغ كبير ان ادفع 50 يورو في الشهر للقهرباء لكن بناء على متوسط الدخل في الفرد في ايسلندا في 50 يورو ده يعتبر مبلغ صغير الشغل هناك في الصيف متواجد مع شركات تأجير الطائرات تأجير الطائرات هناك بما ان الدولة في ايسلندا بتقع في الصيف مفتوحة فيها سياحة ونسبة سياحة عالية جدا فالفنادق وشركات التأجير السيارات والكلامنا كله بتطلب عمالة كتير جدا فانت ممكن تشغل في شركة اللي هي بتاعت تأجير تأجير السيارات بتشغل سوا يعني مثلا واحد بيبقى جاي من المطار عايز عربية فانت بتاخد العربية تروح تودها له او تجيبه او كلامنا كله فالشركات بتطلب ناس كتير جدا يعني بيدوك حوالي 2000 كورونا في الساعة يعني حوالي 14 يورو ونص للساعة هناك عندهم طبيعة الشغل تختلف شوية عن ايطاليا فيها حاجات غريبة كده انا سمعتها اول حاجة انت بتشتغل تقريبا 12 ساعة في اليوم احنا بنتكلم بقى على الشركات اللي هي الفنادق والمطاعم وشركات السيارات دي انا بنتكلم على المهن دي ات يعني بيقولك بيشتغلوا تقريبا 12 ساعة في اليوم وبيشتغلوا يومين اتنين او تلاتة وريحوا يومين اتنين يعني هم عندهم كده شكل ورادي يشتغلوا يومين تلاتة ويرايحوا يومين اتنين يوم اجازة مثلا قالك بيرفظهم عشان يدوا فرصة للناس التانية تشتغل بدل ما تشتغل نسا مثلا بدل ما شغل عنده الشركة شغل عنده مثلا خمسة او ستة فتشغل الضعف تشغل اتناشر لكن في نفس الوقت انت بتعمل فيها برضو شهرية كويسة اه اسعار الاكل هناك اسعار الاكل هناك اه تعتبر غالية الى حد ما ماشي مقارنة بايطاليا فهي غالية غالية يعني ماشي فانت ممكن هناك في ايطاليا مسا على سبيل المثال انا ممكن اعيش بمية يورو او مية وخمسين يورو اكل بنكلم على الفرض الواحد مية او مية وخمسين يورو للاكل للفرض الواحد انت هناك لو في اسلندا هتصرف لك اقل حاجة تلتميت يورو شهريا للاكل وبنكلم اكل الرفاهيات اللي بنكلم عنها بقى سجاير وقهوة والكلام ده كله ده خارج نطاق المقارنة اللي احنا بنعملها دلوقتي بالنسبة للحوم الحلال هناك انا بصراحة ما شفتش لحوم حلال هناك موجودة في اي سوبر ماركت والشخص اللي كلمني واخدت منه المعلومات اكد لي برضو المعلومة دي اتقال لي كان زمان في حاجة اسمها لحم حلال وتقريبا اه الدولة او الناس اللي هم المحتكرين اللي سوق كانوا بيستوردهم فراخ اللي هي بتيجي حلال من فرنسا والدنمارك والحيطة دي اتمنعت وبقت دلوقتي اللحوم او الدواجن اللي موجودة عندهم وبالتالي اصبح ان مفيش لحم حلال اه سمعت ان في مجموعة من السوريين هناك في منطقة بعيدة عن الريكيا فيك العاصمة بيتبحوا لحم غنم وبالتالي ممكن تجيبه لكن هيكون غالي وطبعا هتخبط المشوار يعني انت ممكن تجمع مع جماعة كده وممكن ايه تروح يعني اه في برضو معلومة تانية في هناك بدأوا دلوقتي يعملهم سوبر سوبر ماركت اه اسعار رخيصة زي مقارنة شكل عندنا مثلا في ايطاليا الليدل مقارنة ما بين الليدل والاس لونجا او الكرفور الليدل اسعار رخيصة جدا برضو منتجاته حلوة اه الاس لونجا معروف ان هي اصلا منتجات بتاعتها كويسة جدا لكن مقارنة بالليدل فهي اسعارها اغلى منه هناك في اه بدأ دلوقتي يعملوا السوبر ماركتات هناك اسعارها رخيصة يعني تقدر من تشتري منها برضو اسعار رخيصة وفي معلومة تانية بتقول ان في اماكن بتبيع بالجملة يعني مثلا لو انت عندك عيلة مثلا فانت ممكن تروح تعمل هناك اشتراك بيبقى عندهم اشتراك سنة وكده او اشتراك شهري ما فهمتش المعلومة قوي ومن خلال الاشتراك اللي انت بتعمله ده تقدر تاخد منهم جملة وبتعمل عليك بتخفض لك اه اسعار كتيرة من موضوع الاكل يعني المعلومة التانية بقى الاسف اللي هي مش كويسة هناك في اسلندا هو التأمين الصحي للأسف والعلاج والرعاية الصحية والكلام ده كله يعني التأمين الصحي هناك مش مجانا شكل ايطاليا لازم تدفع خمسين في المية من ثمان الكشوفات هناك في ايطاليا انت كان بقى وبعد كده تخش يعني حتى لو انت مسلا شغال ولا قدر الله حصلك حاجة وحبيت تعمل عملية مسلا في رجل لك في ايدك ازاي ده الكلام ده كله معروف ان ايطاليا بتدفع بتدفع تيكت وتخش تعمل العملية مجانا هناك بتدفع خمسين في المية من ثمان الكشوفات والحاجات اه بتاعتهم لكن في حاجة هناك تانية اجباري بتتعمل هو اسمه التأمين الخارجي. والتأمين الخارجي ده حوالي خمسة اقل حاجة خمسة وتلاتين يورو في الشهر. وده حاجة اجباري بضغط نوع التأمين التاني عشان تقدر ما تدفعش في حالة لقدر الله حصل لك حاجة يقدروا يغطولك المصاريف بتاع العملية او الكشفات او الكلام ده كله. بالنسبة للاسعار العربيات هناك. اه ممكن بالفين يورو تقدر تشتير عربية. العربية مش غالية قوي يعني بالمقارنة بالدول التانية لكن بما ان هي جزيرة برضو فالاسعار لقيتها قالك بالفين يورو ممكن تشتري العربية. الى حد ما كويس يعني. اه لكن التأمين بتاعها هو اللي غالي. يعني انا مسلا بدفع تأمين في اطاليا دلوقتي وصلت انا في على تقريبا تمانية او سبعة على ما اتذكر وبدفع تقريبا حوالي ربعمائة يورو في السنة. هناك بتدفع تأمين بيقولك بتدفع تأمين مية يورو في الشهر. حسبوها بناءنا على ايه? بصراحة ما عنديش معلومات زيادة عن اللي قلته دلوقتي. وهناك بتدفع الضريبة بتاع العربية اللي هو البولو اللي احنا بندفعه عندنا في ايطاليا بيدفع تقريبا على حسب قدرة العربية والماركة وشوية حاجات كده. وانا تقريبا العربية بتاعتي بدفع لها حوالي ميتين وخمسين يورو في السنة. هناك قالولي مية خمسة وعشرين يورو شهريا تقريبا اه اللي هو الضريبة بتاعها العربية. سيار البنزين او ديزل هناك متشابهين جدا او متقربين جدا من بعض وغالبا حوالي اتنين يورو. دي كانت المعلومات اللي انا جمعتها عن دولة ايسلندا. في برضو معلومة اكيدة بقى معلومة تانية هابقى اضفها. بالنسبة للمساعدات. ودي طبعا بتخص الناس اللي هو الاسر يعني. اه وغالبا برضو بتخص العزاب يعني. طبعا احنا بنتكلم عن فرص العمل اللي موجودة اللي متاحة اللي دي يقدر يشتغلها دلوقتي او يروح ينزل على طول ويقدر يلاقي فرص عمل ويشتغل الناس اللي هم معهم الجنسية. انما الناس اللي معهم دول فيلم تاني خالص ولهم اه قصة تانية عشان يقدر ينزل شغل. فدي بصعوبة ودي ان شاء الله يحاول ابحث فيها اكتر عشان ننزل لكم فيديو اه تقدروا ان تستفادوا منه يعني. بالنسبة للمساعدات بيقولك ان هما بيدوك تقديبا لو انت معك اسرة بيدوك ثلاثين في المية من ثمن الاجار. لو انت الدخل بتاعك ضعيف بيدوك ثلاثين في المية من ثمن الاجار. ودي انا في حد يعني في وجهة نظري شايف ان هي حاجة gosto لحد ما قليلا. لو اوقيتك قرد انتهى ما بين انجلترا وما بين ايسلندا اا إنجلترا ممكن تديك لحد ثمانين ثمانين في المية من ثمن الاجار كمساعدات. لكن ايسلندا بتديك ثلاثين في المية بس. بيقولك لو الشغل بقى الميزة الحلوة هناك في ايسلندا في حاجة كده انا سألت عليها وقالوا لي فمستقربها شوية لكن تقريبا هيشبها اكيد يعني هنا في ايطاليا مثلا انت لو انت مثلا بتشتغل عند حد وانت اللي قدمت استقالها فانت بتاخدش مساعدات من الحكومة وحتى لو فضلت العمر كله مش هتاخد حاجة تمام لكن هناك في اسلندا بيقول لك ان انت لو انت اللي فصلت نفسك من الشغل لمدة شهرين اتنين عقابل مش هيدوك اي مساعدات لكن بعد شهرين لاتنين هتاخد تمانين في المية من تمن آآ من آخر مرتب انت كنت ااخده يعني انت كنت بتاخد مثلا آآ هنقول ١٠٠٠٠٠۳ مثلا بتاخد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مسلا لو انت اللي طلبت انك تفصل نفسك او انت قدمت سألتك انا لكن في حالة انه صعب الشغل فصلك او الشغل خلص او كلام ناسا كله فهم هيقدرهم يساعدوك على طول من غير ما تستنى الشهرين له. وبيقولك ان المساعدات بتمد لحد مدة سنة تين اتنين. وبعد كده آآ بيتدوج بقى حاجة اسمها مية وخمسين الف كورونا في الشهر. المية وخمسين الف كورونا دي انا هقول لك عليها دلوقتي عبارة ايه? مية وخمسين الف. حوالي الف يورو. المية وخمسين الف كورونا دول حوالي الف يورو شهريا دي مدى الحياة. لكن المعلومة اللي بتقول لي ان المية الالف يورو ده مش هي مش هتقدر اشتعيش به انت وقصتك هناك يعني استحالة يعني. لان الاجارات غالية جدا وبالتالي ده مش هيضاهي طبعا الاجار تقريبا يعني. فبيقول لك ما فيش حد يقدر يعيش بالمساعدات اللي هي الاخيرة ديت اللي نذكرتها دلوقتي. دي كانت المعلومات اللي انا جمعتها لكم عن دولة ايسلندا. بالنسبة للسفر كانت فيه ناس سألت لو انت حاببت تروح ايسلندا ممكن تروح عن طريقة ياران ايه? انا لما روحتها روحتها عن طريق انجلترا. كانت ارخص بالنسبة لي وكانت اسهل. آآ نزلت مطار آآ في انجلترا وغيرت اوتوبيس خدت مطار تاني وطلعت من يعني روحت ميلانو وركبت اوتوبيس لحد مطار آآ لوتن في آآ في انجلترا. وركبت من مطار لوتن وصلت لمطار العاصمة اللي هو في مطارين اتنين في واحد في نص البلد اللي هي والتانية اسمها قريبة لها بس بتخبط منها. حاجة شكل كده عني. المهم ان المطار الرخيص اللي انت اللي هو مطار خارج المدينة بحوالي ساعة بتقدر تنزل تاخد اوتوبيس في عندك نواني اتنين من اوتوبيس لان ما تاخد اوتوبيس الحكومة وده هتتنقل هتاخده عن طريق مرحلتين اتنين عشان تقدر توصل لوص البلد وايكلفك على ما توصل وسط البلد حوالي تقريبا تلاتاشر يورو. لكن لو انت خدت الاوتوبيس من المطار شكل اوتوبيس مالبنسا ميلانو على طول هتدفع في عشرين يورو خمسة عشرين يورو تقريبا او عشرين يورو مش متذكر قوي ويوصلك لحد آآ نص البلد على طول يعني دي بالنسبة انك ازاي تقدر تسافر آآ عشان برضو تاخد بالك لان انا برضو حبيتش ااخد اوتوبيس لما لولي خمسة عشرين يورو انا متخيل ان كنتش متخيل ان اسعار غالي قوي كده يعني فقلت له نعم مش عايزة هاخد اوتوبيس اللي هتنقل بها عادي يعني مع الجي بي اس وهقدر تنقل يعني فقلت ساعتين اتنين على مجال اوتوبيس وفي البرد وفي شهر خمسة كان الجو كان بردي جدا مع ان احنا كنا في الصيف كان فيه هواة آآ كتير وقد درجة الحركة بتوصل لحد اتنين وتلاتة لان دي طبيعة ايسلندا المهم اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومة جديدة عن دولة ايسلندا واللي عنده اي استفسار ممكن يسيبولي فيه التعليق ان شاء الله واللي حابب آآ يتواصل معي ويسألني على اي سؤال ما عنديش اي مشكلة خالص ممكن يسيب رقم تليفونه في التعليق او يرسلني على الرقم بتاعي على الواتساب الموجود على صفحي على الفيسبوك وانا ان شاء الله اقدر اتواصل معاه وامده بالمعلومات يعني في النهاية اشكركم وان شاء الله انتظروني في فيديوهات دايما قادمة نشرح لكم فيها دايما معلومات مفيدة تستفادوا منها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم احمد ابقامر السلام عليكم